احنا طبعا كنا حريصين نساء الشريف كمان عن أي تصريحات في الكواليس ممكن يكون ألهاله خلال متابعاته لتدريبات الفريق المدير الفني أو المدارب العام لأنه الوقت بيبقى متسع أكتر بعد المباراة مباشرة بيبقى في مؤتمر صحفي بيكون الوقت ضيق جدا لأن المدارب يكون رؤية حقيقية أو تحليل دقيق لأسباب خروج هذه النتيجة غير المرضية في أي مباراة سواء كانت تعادل أو هزيمة بالنسبة لنادي الأهلي الأمرين مش مرضيين ودائما اللي بيردينا دائما أبدا هو الفوز ولا بديل عن الفوز بيكون مرضي للجهاز الفني أو اللاعبين ولجماهير وأعضاء والمسؤولين في النادي الأهلي عشان كده قلنا ربما يكون بعض الأمور اللي ما كانش المجال متسع لعرضها على الملأ بشكل عام أو على الرأي العام من خلال المؤتمر الصحفي ممكن يكون توصل إليها وبالتأكيد توصل إليها وهيوعيد حساباته بشأنها في الأيام القادمة ويتلافى أي أخطاء قد يكون الفريق ويعفيها في هذه المباراة أمام الاتحاد بالأمس وقدت إلى الهزيمة 3 أربعة أمام الاتحاد السكندري وإن شاء الله نعود بقوة وبالشكل المرضي لطموحات النادي وأعضاءه ومسؤوليه وجماهيره في مباراة دول الـ 32 في كاس مصر بإذن الله يوم الأربعاء المقبل وزي ما قلنا لحضراتكم الأهلي ما بيتوقفش كثيرا عند أي تعثر أو أي كبوة لأن الوقت لا يتسع لهذا الأمر وما عندناش رفاهية التوقف كثيرا عند أي كبوة لأن الارتباطات كثيرة جدا والضغوط الحقيقة على الجهاز الفني واللعبين كثيرة المشاركة والاهتمام بأربع بطولات منها بطولتين دولياتين واحدة أفريقية والثانية عربية غير البطولات المحلية وبالتأكيد ده ضغط كبير على كل نجوم الفريق وعضاء الجهاز الفني خاصة مع وجود حالات كثيرة من عدم الجهازية البدنية للغياب أو العودة من فترة تأهيل أو للإصابات اللي بتكون مفاجأة طبعا وبتربك حسابات أي جهاز فني لكن إن شاء الله قادرين على التعويض وعلى تجاوز هذه الكبوة سريعا جدا قبل ما ننتقل للحوار مع ضيفنا في الستوديو في فقرتنا الأولى الكابتر محمود أبو الدهب جدير بالذكر كمان إحنا حرسين في قناة الأهلي بقدر حرصنا على متابعة كرة القدم وأخبار الفريق الأول ونجاحاته وانتصاراته ومشواره في كل المنافسات اللي بيشارك فيها بالتوازي مع هذا الأمر الاهتمام على مستوى قناة الأهلي وعلى مستوى مجلس إدارة النادي الاهتمام بيسير أيضا بنفس الدرجة بكل الرياضات المختلفة داخل النادي والحرص على تقديم الوجوه المشرقة في اللعبات والرياضات المختلفة داخل النادي الأهلي وأيضا نجاحات كبيرة جدا تزيد من الرصيد الكبير لهذا التاريخ العريق للنادي الأهلي في هذا الإطار النهاردة سيكون مع زميلي العزيز في فقرتنا التانية وبعد الحوار مع الكابتن محمود أبو الدهب سيكون في حوار لزميلي الكابتن خالد العوضي مع نجوم فريق الكاراتي في النادي الأهلي ومن نجوم الفريق سيكون معنا في ستوديو قناة الأهلي كل من علي الكومي وإسلام حسني ومريم صلاح وياسمين الهواري من نجوم فريق الكاراتي وحتكون دي فقرتنا التانية والاهتمام أو متابعة اللعبات أو الرياضات الأخرى وأيضا هيكون في حوار أو من ضيوف هذا اللقاء هيكون الكابتن خالد فضل المدير الفني هيكون موجود مع نجوم الفريق وهيتكلم عن الرؤية الخاصة للكاراتي وتطويره والنتائج وكيفية زيادة كمان مستوى النتائج وعدد البطولات والألقاب اللي بتتحقق خلال الفترة القادمة وده زي ما قلنا لحضراتكم في إطار اهتمام كبير بكل الرياضات وليس فقط بكرة القدم داخل النادي الأهلي فاصل ونعود وهيكون معنا بعد قليل نجمنا نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود أبو الدهر اشتركوا في القناة